الرقية تنقسم الى قسمين رقية الشرعية ورقية الشركية الرقية الشرعية لها شروط ثلاثة الشرط الأول أن تكون الرقية من القرآن أو السنة الشرط الأول أن تكون الرقية من القرآن أو السنة يعني من القرآن يقرأ سورة الفاتحة من السنة يقول أعوذ بكلمات الله التامات نعم الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع لا يمكن أن يكون الرقية بكلام غير مفهوم أو يتمتم أو يقول أكذا وكما يمكن أن يكون الرقية من القرآن من القرآن ولا يمكن أن إنسان يلقي آخر يتكلم بصوت من خفض لا بد يرفع الصوت حتى نسمع ما يقول لأنه قد ينادي الشياطين نعم الثالث أن تكون باللغة العربية لأنه لا يوجد عندنا رقية بغير اللغة العربية الشرط الثالث نعتقد أن الرقية سبب والله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب المنافع ودفع المظام الشرط الثالث يدعو باللغة الفلانية لا إشكال لكن أسماء الله تقال كما هي التي ذكرها الله سبحانه في الكتاب يذكرها النبي صعص يقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم ثم يدعو بلغة لا إشكال إيه كونه إن يعني دعايد مجرر بالبولار كونه نون إلا اللا دين صفات جمعكوين صفات يا الله يا رحمن يا يا غفور كونه ندي صفات إلا دون كونه تغوطي كونه هالي عربية كونه نونهو تغوطي باكرون مجرون كونه هارا كونه بولار والله أعلم